أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل المسيح جاء ليخلص ما قد هلك عزيزي المشاهد مين من البشر ما عملش خطيئة؟ من فينا ما تمردش على وصايا الله؟ الجميع أخطأ الخطيئة زلت الجميع الخطيئة أهلكت الجميع خطيئة صغيرة تهلكك وتوديك جهنم خطيئة كبيرة تهلكك وتوديك جهنم اللي اتنين يودوا الجحيم طب الحل إيه؟ طبعاً هتقولولي اللي تكسر مايتصلحش ده كل واحد بيقول فينا كده اللي تكسر مايتصلحش عمرك وشفتو حاجة تكسرت وتصلحت هقول لكم على الخبر اللي يقول لكم اللي تكسر على طول يرجع أحلى من الأول المسيح قال إنه جه يخلص ما قد هلك عارفين ما قد هلك يعني إيه؟ يعني اللي انكسر مش هيصلحه ده هيعمله خليقة جديدة كأنك اتخلقت من جديد يعني اللي مفوش فايدة في نظر الناس وفي نظر الخاطي نفسه يطلع منه فايدة هو يخرج من الآكل أكلاً ومن الجافي حلاوة عارفين المثل اللي بيقول يطلع من الفيسيخ شرباط؟ أو المسيح اللي يعمل من الفيسيخ شرباط؟ الفيسيخ اللي هو احنا بكل عفنتنا من الخطيئة يغيره تماماً ويخليه شرباط هو جهة اللي يخلص الخطاب الهالك يعطيه حياة أبدية اللي مفوش فايدة حيقيمه مرة تانية يقومه كده هيقومه من الأموات الأموات اللي في الخطايا هيحييهم المسيح طيب تعالوا نشوف مثال اللي كده كان فيه واحد اسمه العزر العزر ده مات وبقى له أربع أيام في القبر يعني مات وشبع موت ولا فيه حتة مع فنيتش باللغة بتاعتنا مفيش فايدة لو حد قال لك ينفع الراجل اللي اسمه العزر ده يقوم من الموت ادعيله شوية هتقولي يا عم يا سيدي ده مات وشبع موت ده ربنا عارفه بالعقل أيو ربنا عارفه بالعقل وكمان بالإيمان ومفيش تناقض بين العقل والإيمان مع يسوع لأن يسوع هو خالق الأشياء بكلمة قدرته قال لي مريم أخت العازر أنا القيامة والحياة إن آمنتي ترين مجد الله آمنت مريم وقالت أؤمن يا سيد يسوع اللي هو كلمة الله خالق كل الأشياء قال لعازر لك أقول قم فقام العازر من الموت بعد مكان انتن عزيزي المشاهد الله لم يعصر عليه أمر آمن فقط هو مستعد أن يقيمك مرة أخرى هو مستعد أنه يخلصك ويقيمك ويقيم ما قد هلك المسيح هو الحل شكرا للمشاهدين ليسفروني